هذه أبرز العنوين بابي يوجه رسالة لحكيم في عيد ميلادها ولدراجراغي يقرر استدعاء لعب جديد إلى المنتخب المغربي في هذا المركز هل يعود سوفيان بوفال إلى قائمة المغرب؟ ماذا تقول الأرقام؟ والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كي توصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك والتفعيل الجرس بابي يوجه رسالة لحكيم في عيد ميلادها وجه الفرنسي كيليان بابي نجم ريال مادريد رسالة للمغربي أشرف حكيم زمله السابق في الصفوف باريس سان جرمان ونشر مبابي على حسابه بشبكة الإنستغرام صورة له مع أشرف حكيمي وكتب عليها عيد ميلاد سعيد يا أخي أتمنى لك الأفضل كالعادة أحبك ويرثبت حكيمي بعقد مع باريس سان جرمان حتى الصيف 2026 وذكر التقارير بأن ريال مادريد قد يستهدف التوقيع معه إذا رفض تجديد عقده في حديقة الأمراء وكان كيليان بابي قد انتقل مجانا إلى ريال مادريد في الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جرمان وهو ما تريد إدارة ريال مادريد تكراره مع النجم المغربي أشرف حكيمي يذكر أن أشرف كان الصديق الأقرب لكيليان بابي أثناء التزامل التنائي في حديقة الأمراء مع فريق باريس سان جرمان وليد راقراجي يقرر استدعاء لعب جديد إلى المنتخب المغربي في هذا المركز أفد التقارير إعلامي أن وليد راقراجي المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي يدرس بجدية فكرة تضم الضاهر الأيصر لنادي الزمالك المغربي محمود بنتيك إلى صفف المنتخب لكنه وضع شروط محادثة لضمان استحقاقه لهذه الخطوة وفق لما ورد فإن وليد راقراجي يرقب تطور أداء بنتيك عن كتب معنادي الزمالك وقد أتر إعجابه بما يقدمه اللاعب من إمكانية ومهارات ومع ذلك فإن المدرب المغربي يراب في التأكد من تباة مستوى بنتيك خاصة في ظل ملاحظات متعلقة ببعض الجوانب الدفاعية في أدائها وتشير التقارير إلى أن راقراجي لديه بعض التحفظات لسيما فيما يتعلق بالتسبب بنتيك في احتساب ضربة جزائن ضد فريقه في المبارية الأخيرة مما قد يؤثر على مستوى عند الاندمام للمنتخب وقد برزت هذه الملاحظات بعد تسببه في ضربة جزائن أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدورة المصرية وأخرى أمام بيراميد في نصف نهائي كأس السوبر المصرية ويأمل راقراجي في أن يحرص بنتيك على تطوير هذا الجانب من أدائه لضماني أن يكون إضافة حقيقية للمنتخب مع تأكيده أن استدعاءه اللاعب إلى الفريق الوطني سيعتمد على مدى قدرتي على تقدم أداء ثابت وخال من الأخطاء المؤثرة في الفترة المقبلة هل يعود السوفيان بوفال إلى قائمة المغرب؟ ماذا تقول الأرقام؟ يبدو أن السوفيان بوفال عازم للغاية على العودة إلى قائمة المنتخب المغربي ولكن أرقامه تؤكد أنه لا يزال بعيدا عن التنفسي التي تخول له العودة للصفة في الأصود وكانت تقرص عفية قد قالت في وقت سابق أن السوفيان بوفال عاد إلى الدورية الأوروبية في ظل السعيه الحتيت للمشاركة مع أصود الأطلس في نهاية كأس أمم فريقيا 2025 والتي ستقام بالمغرب إن شاء الله ومنذ انتقاله إلى الدورة البلجيكية وتحديدا إلى نادي يونيون سانجلواز يبدو واضحا أن السوفيان بوفال لم يستعد حتى الآن مستوه الفني المعهود ما يجعل عودته للأصود تتأجل وحسب مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفق ما نقله موقع 365 سكرة فإن السوفيان بوفال لا يزال بعيدا عن مفكرة النخب الوطني وليد رقراقي حيث لا يتواجد اسم النجم المغربي حتى بالقائمة الموسعة ووضح ذات المصدر أن رقراقي يمتلك رفاهية كبيرة في مركز الجناح الأيصر حيث لديه أسماء متألقة وأفضل من بوفال على غرار عبد الصمد الزلزول وإلياس بن صغير ويرى وليد رقراقي أن السوفيان بوفال ليست جاهزا حتى الآن للعودة إلى المنتخب المغربي لكن المصدر نفسه أكد أن الناخب الوطني يتبع عن كتب أداء اللاعب في الدورة البلجيكية وشارك سوفيان بوفال مع سانغيواز في خمس مباريات هذا الموسم ولكنه لم يترك فيهم أي بصمة تهديفية حيث كان بديلا في أغلب المباريات وشارك سوفيان بوفال فيما مجموعه حوالي مئة وعشرين دقيقة مئة منها في الدور البلجيكي وعشرين بالدورة الأوروبية وبمعدل خمس وعشرين دقيقة في كل مباراة عقب مشاركته الأولى في الدورة الألماني مع فريق باير ميونيخ أمام يونيوم برلين ضمن منافسة الجولة التاسعة نال اللاعب المغربي الشاب آدم أزنو صاحب 18 عاما إعجابا كبيرا من الصحافة الألمانية وجماهير النادي البوفاري وشهدت المباراة التي انتهت بفوز باير ميونيخ بتلاتية نظيفة لحظة مهمة في الدقيقة العشرين عندما قرر المدره فينسينت كومباني تغيير اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز والدفع بأزنو بديلا لها لتكون هذه الخطوة محطة رئيسية في مسيرته الكروية وأشهدت صحيفة بيلد الألمانية بالعلاقة القوية بين ألفونسو ديفيز وأزنو مشيرة إلى اللحظة المؤثرة عندما خرج ديفيز من الملعب ليمنح زمي له الشاب فرصة اللاعب مظهرا سعادته ودعمه له بعناق حار وتبعت الصحيفة بالقول أن أزنو يعتبر ديفيز قدوته في مسيرتها إذ أعرب بعد المباراة عن إعجابه بزميله الكندي قائلا ألفونسو هو قدوتي مبرزا دور ديفيز الكبير في دعمه وتشجيعه منذ انضمامه للفريق الأول كما أوضحت صحيفة بيلد أن أزنو الذي انتقل إلى باير ميونيخ من أكاديمية لمصية الشهيرة في برشلون عام 2022 أظهر إمكانات دفاعية لفت ومهارة فنية عالية خلال المباراة مما جعل الجماهير تتطلع إلى مستقبله مع الفريق ووضحت الصحيفة الألمانية أن ديفيز كان له دور بارز في توجه أزنو وتشجيعه على الاستمرار في العمل والتطور وقال أزنو عندما لم أشارك في إحدى المباريات مؤخرا نصحني ألفونسو بأنني على الطريق الصحيح وعلي الاستمرار في العمل ورحب مشاجع باير ميونيخ بهذه المشاركة إذ عبر عدد من المناصرين عن فخرهم بأداء اللاعب المغرب الشاب على الصفحة الرسمية للنادي إذ علق أحد المتابعين قائلا فخورن بهذا الشاب الوعيد أني ألك يا أدم بينما طالب آخر بإعطائه مزيدا من الفرص قائلا امنحه المزيد من الوقت سيكون بطل المستقبل كما عبر مشجعون آخرون عن رغبتهم في مشاهدة أزنو يتلق أكثر مع الفريق ومع الدعم الذي يتلقاه من زملائه والجهاز الفني أكد أزنو طمحه لتحقيق المزيد من الإنجازات مع باير ميونيخ قائلا أريد الآن جمع المزيد من الدقائق والعمل لأثبت نفسي هنا والفوز بالعديد من الألقاب ويبدو أزنو على الطريق الصحيح ليكون جزءا أساسيا من خطط الفريق البفاري خاصة مع امتلاكه المهارات الفنية العالية والطمح الكبير الذي يدفعه للتفوق وتعد هذه البداية الواعيدة لأزنو إشارة إلى مستقبل مشرق لللاعب المغربي الذي يخذ بتباتي نحو النجوم مع باير ميونيخ إذ يأمل مشجع الفريق أن يشكل تنائيا قويا في المستقبل مع ديفيز على الجهة اليسراء خاصة في ذلي المهارات والقدرات التي يتمتع بها صاحب الثمانية عشر عاما ترجمة نانسي قنقر